نتحول إلى الشأن السوري إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام وحلفائها من القوات الإيرانية وحزب الله شنت اليوم بدعم من الطائرات الروسية هجوما واسعا على مقاتلي المعارضة في ريف حلب وذلك بينما يواصل جيش النظام هجومه البري في مناطق قرب إدلب وحمى وحمص بدعم جوي روسيا وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجانبين قرب منطقة جبل عزان التي تتقاسم القوات الحكومية ومقاتلون معارضة السيطرة عليها جنوب حلب يذكر أن قوات النظام تمكنت قبل ذلك من استعادة السيطرة على قرية عبطين قاعدة لكتيبة الدبابات في قرية الصادقية قرب جبل عزان وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان